بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير جميعاً والله يسعد أيامكم بكل خير ومحبة وسعادة وإن شاء الله كلكم مسؤولين وملتزمين تواجدكم في المنزل ومثل ما وصيتكم سابقاً تخرجون فقط للضرورة وإن شاء الله الجميع بخير وصحة وسلامة موضوع اليوم خفيف ولطيف وممكن يشاركونكم أطفالكم في السماع للحلقة رح أتكلم عن التعلم باللعب في مثل حرفنا فيه شوية اليوم وهو أنه ساعة لعب تغني عن سنة تعليم أو تدريس اللعب مع طفلك لمدة ساعة بإمكانك أنك تعلمه العديد من المهارات ويستفيد منك في اكتساب الكثير من الخبرات أكثر من لو يعني كان في جلسة رسمية وتعليمية تعطيه التوجيهات بشكل مباشر أخلونا نعرف تعريف بسيط أحب أبتدي بالتعريف ما هو اللعب بشكل عام طبعاً إذا بنعرف التعريف اللغوي باللغة العربية اللعب شيء يعني فيه له أو فيه ترفي وتقريباً هو شيء غير مهم لكن اللي إحنا نقصد فيه اللي هو النشاط الموجه يعني اللعب أقصد فيه هنا في موضوع اليوم هو نشاط موجه لماذا؟ موجه لإيش؟ لتعليم المهارات وتنمية القدرات وفي نفس الوقت طبعاً يكون من خلال المتعة والتسلية فلما نقول نشاط موجه معناتاً اللي المتحكم فيه من؟ الأدولت، البيرنت، الكبار السن أو الإخوان اللي موجودين مع الضفل طبعاً حديثي هذا لجميع الأطفال في كل المراحل وأيضاً مناسب ما سأذكره اليوم من معلومات بسيطة تكون مناسبة لجميع الأطفال بغض النظر عن قدراتهم سواء كانوا من ذوي النمو الاعتيادي أو من ذوي الاحتياجات الخاصة فإذن هو موجه يعني فيه كنترول عليه يعني فيه أشخاص آخرين ولكن بطريقة غير مباشرة يعني ما يكون الممل ما يكون التعليم مملو إلا أصبح درس تعليمي فيه نوع من الحرية، فيه جزء من المسائل، يعني فيه مساحة الطفل يقدر يكتشف ويتعرف، يقدر يبدع، وكل شيء فيه مسموح ما فيه قوانين معينة إلا إذا كان الطفل مرحلة عمرية أكبر ويعني أنتم تلعبون مع لعبة فيها قوانين معينة مثلاً هالبورد جيم، شطرنج، الحلقات الأحمر وأصفر والألوان وإلى آخر عد أنا معلومات شوي قديمة حول الألعاب وبهال مناسبة خلونا نرجع الوراء لطفولتنا كان فيها الكثير من اللعب وكان اللعب حر وكان فيه ألعاب مبتكرة كانوا مجموعة البنات مثلاً يبتكرون ألعاب وفي المدارس بالساحة تدخلون تلاقون فيه ألعاب نط الحبل وألعاب فيها أغاني وأهازيج وناس يقابلون بعض وباليدين وبعصل بالصيلة ومدري إيش الأولاد نفس الشي كانوا يلعبون بأشياء فيها أجسامهم ورياضة أو كوار أو مصاقيل أو حجر أو إلى آخر فالتحية وردة صح شكراً على التذكير في أشياء ناسيتها لكن الحين لما نروح ندخل للمدارس اللي صار العكس يعني حتى وقت اللعب صار كله تعليم وصارت الطريقة يعني مقننة وفقد الطفل فيها هالمجال هذا أو هالمساحة هذه طبعاً في السابق لما كنا إحنا وإحنا صغار نلعب ونكتشف ونتعلم ونخترع ألعاب ونلعب بأدوات موجودة في البيت ونجمعها ونحطها في بوكسات ونكتب عليها أسماءها ونتبادلها وإلى آخر أو حتى بالألعاب الموجودة يعني المتوفرة كله ما كان بشكل مدروس في مناهج رياض الأطفال وما كان شيء مدروس في تأثيره من ناحية النمو والتطور وبعلم النفس وأيضاً ما كان فيه تدخل الكبار فمن ناحية كان جميل ومفيد لكن في نفس الوقت افتقد الجزئية هذه اللي أنا حابة أتكلم معاكم عنها اليوم إذن اتفقنا أنه بما أن احنا من طفولتنا كنا نلعب إذن الإنسان مخلوق يحب المتعة يحب الفن المراح وإلى آخر يعني الإنسان بشكل عام سواء كان البالغ أو الطفل لكن الطفل بشكل أكثر يعني من طفولته ربي يخلقه يلعب الطفل يلعب ويتسلى وهذا شيء غريزي يعني يخذ طفل رضيع أو حتى طفل يحبو أو بعده يمشي كل حياته بتكون عشوائية صح ولا لا يعني فيها لعب فبالتالي إحنا ككبار الوالدين إما أنه يوظفون هذه الطبيعة ويستغلونها أو أنها تختفي يعني ممكن تنطفي لو أنا ما طورتها خلونا نشوف المراحل للطفولة المرحلة الأولى يا تورا أو ممكن تشاركوني إذا الكنترول يفتحوني المشاركة المرحلة الأولى خلينا نقول مرحلة المناغة هل يتورا فيها لقبل السنة مثلا على بل ما ينفتح أنا ما عرف إذا كان موجود أو لا رح أسألكم عن هالمرحلة وأيضا المرحلة اللي بعدها أو ممكن تقولوا لي كيف فيها لعب كيف أنت رضيع تلاعبينه كيف يكون عندك طفل عمره ثمانية شهور ثسعة شهور كيف تلعب معه وأنا أتكلم هنا عن اللعب ما أتكلم عن التعليم باللعب أو اللعب المقصود فيه المنظم إذن نعم حتى المناغات الفترة هذه فيها لعب يعني كيف لون فيها تبادل فيها الطفل يطالعك أنت ينتظرك يشوف فتحة الفم موجودة ولا لا يصير فيه صحيح ينتظرك كذا تصفق إذا تقول أغنية ممكن يعني يردد أشياء معاك فيه ابتسامة الابتسامة بحد ذاتها لعب حركات اليد زي ما ذكرنا انتظار الدور ترى أول مرة يتعلم فيها الطفل قوانين أنه أنت تلاعبه تقول لمناغة معينة ماما هلا وتسكت والطفل يناظر ويركز فيك معناها أنه قاعد ينتظر متى الدور يمكن هو يرد عليك ويقلد صوتك الفائدة في التفاعل هذا أنك أنت تبدأ توجد هالديناميك أو الديناميكية ما بينك كبالغ كأب أو أم والطفل هالديناميكية أنت نميت أشياء كثيرة من المهارات فيها تواصل اجتماعي شعور بالثقة بالراحة النفسية بالثقة فيها زي ما ذكرت لكم انتظر الدور تعرفون اللعبة اللي مخبي وجيهنا يعني بالشعبي احنا نقول داي أوكي بالانجليزي بيكابو مثلا هذه فيه نظريات في علم النفس أنه الطفل أساساً هو صغير لما الشخص يختفي عن نظر هو ما يعرف هل هو بيرجع أو لا لكن مع الوقت يعني في نهاية أو في منتصف السنة الأولى خلاص يبدأ الطفل يطور هالشيء أنه اختفى الشيء لا يعني أن هذا الشخص لن يظهر بالعكس هو يختفي عند انتسيبيشن أن الطفل بأن الأبو بيطلع وجهه مرة ثانية أو بيبين زين الانتباه هذه فيها تركيز وانتباه نجي نشوف بعد السنة يبدأ عاد اللعب التبادلي الطفل هنا أنت ممكن تحط يدك هو يمسك يدك أغاني هال مثلا إتسي بيتسي سبايدر إذا كنت سعيد و تعلم و تقفز ساعدوني يا الأمهات الصغار أنا العابي شوي قديمة التفاعل الاجتماعي غمي ما صحيح الكوار إلى آخرة بس أنا أتكلم عن بعد السنة يعني من سن السنة إلى سنتين يبدأ يتشكل اللعب أكثر هنا أهم مرحلة أنا أعتبرها لتوصيل التعليم وتوصيل المهارات اللي أنا أبغى الطفل يتعلمها سواء كانت قوانين أو أخلاقيات أو أدع أمثقة بنفسه أخلي يحاول ويخطئ بالمرحلة هذه أيضا تجي تعليم المهارات الحركية يعني التوازن في المشي في الحركة في القفز التوازن البصري الحركي وغيرها المرحلة الثالثة بعد السنتين طبعا هنا يبدأ اللعب التخيلي يعني الطفل يبدأ يتخيل يبدأ الطفل يحب يلعب بالأدوات بالمكعبات يركب أشياء يحط صيناريو معين قصة معينة طبعا كل هذا من غير تدخل الأهل لأنه يبدأ بهالفترة يستقل يبدأ يستقل بالفترة هذه يبدأ ينم الخيال الإبداع يكتشف يألف قصص هذا كله أنا أتكلم عن غير التدخل في مشاركات هنا يذكرون أنه مثلا يميز الألوان وإلى آخر أنا هنا أتكلم عن التعليم اللي يحصل وركزوا معي في النقطة هذه إنها جدا جدا مهمة يا أمهات ويا أعباء حديثين بالذات إذا عندكم طفل في المرحلة هذه الخطأ الكبير تقع فيه الأسرة إنه نفرح إن الطفل مستقل فأجيب لألعاب معينة الموضوع عن التعلم باللعب ما هو عن الحمل أتكلم عن التعلم كيف أنا أعلم طفلي مهارات كثيرة من خلال اللعب يعني ما فيه دروس مباشرة وما فيه تعليق مباشر الخطأ اللي يقع فيه من عمر السنتين إذا الطفل يقدر أعطيه لعبة ويعرف فيها خلاص أتركه زين أقول والله فرصة وأرتاح أنا منه أروح أخلص أشغالي أو أشوف المسلسل أو أتجهز عندي طلعة وإلى آخر هذا أكبر خطأ هنا دوري أنا أن أتدخل معاه وأشارك في محورين أي نعم المقصود بالتعلم باللعب أني أنا أتيح الفرصة للطفل أنه يبدع ويبتكر وعنده خيال واسع وإلى آخر وهذا ما يحصل إلا إذا أعطيته جزء من الحرية والاستقلالية لكن ما يعني أني أنا ما أتفاعل معاه لا بالعكس أنا أبغى أطوره وأنا مي فلما لو أترك الطفل يلعب الحالة وأنا أنشغل عنه أو أعطيه ألعاب تبدأ تنطفي مرحلة الإبداع والاكتشاف ويبدأ الطفل يلعب بالأشياء السهلة اللي ما فيها تبادل وما فيها تفاعل وما فيها خيال ولا فيها إبداع ولا أي شي ويبدأ لا شعوريا ولا إراديا ينتقل إلى المشاهدة يعني التلفزيون مريح ليش إنه ما فيه جهد ما بيبذل جهد ففيه استقبال من طرف واحد أو يتحول الألعاب الإلكترونية أنا ما أقصد أن الألعاب الإلكترونية نهائي ما فيها فاعدة لكن يفضل أني أنا أبتعد عنها بالمرحلة العمرية هذه ما فيها وخلاص يعني تروح المهارة هذه اللي ربي عطاهي إياها الطفل مخلوق زي ما ذكركم يحب اللعب والإبداع والتعرف والاكتشاف وإلى آخر فإذا ما هي فائدة اللعب بشكل عام وكيف أنا أقدر أربط ما بين التعليم واللعب أو فيه أشخاص يقولون التدريس ما أقدر أسميها تدريس ولو أني أنا أقدر أدرس كأنني أنا الفرق إني أنا شلت الطاولة والقلم والشياء اللي فيها تعليم وخليتها حرة شوي أول شي مشاركتك أنت لألعابك مع أطفالك بغض النظر عن وش اللعبة سواء كانت دماء مكعبات بازلز ألعاب فيها قوانين أولاء خيالية ألعاب بالجسم أي شي أول شي فيه نوع من العلاقة تقوى ويلاحظ أن الأشخاص وفيه دراسات أثبتت أن الأهالي اللي يلعبون مع أطفالهم نوع العلاقة أقوى من الأشخاص اللي ما يلعبون مع أطفالهم خرص طفلة يلعب لحالة مستقلة يروح للمدرسة يلعب مع أصحابه بأوقات اللي يمفع فيها أو أو مع أصدقاء لكن ما ألعب معه فما ما في ثقة يعني الثقة تنبني ومن وين مني أنا موجودة في مكان ويجي عندي لعبة وفيها تشالنج وفيها تحدي وأنا ما أفهم طب وش أسوي طفل مو بعارف أنا أجي أدعم أجي أعطي توجيهات دعم صح عليك جرب كذا نشوف نشيل هالقطعة ركب بداء القطعة ثانية طب أشراي كذا أحسنت وتشجيع صار فيه هذا النوع من الثقة أو حتى لو يلعبون مع أخوانهم نفس الشي تنبني نوع معين من العلاقة النوع الثاني أو الفائدة الثانية أنا دربت الطفل على التخطيط كيف يعني أنت لو عطيتي مثلا أبسط شي الليجوز الليجوز هذه ممكن تقدرين سوي فيها أي شي وفي كثير غروبات أمهات بصراحة منظمينها بطريقة مرة ممتعة يعني وشلون أنا أشتغل معا ونبنيها وبعدين أخذها وأعطيها أم ثاني وهي سعطيني شي ثاني عشان حتى أخفف من الأعباء وأنوع أخفف من الليبع المادي وأنوع بس هذه تساعد على التخطيل تساعد الطفل على معرفة حل المشكلات وشلون ينتقل من خطوة إلى خطوة أخرى وإلى آخر الفائدة الثالثة للعب علاج نفسي اللعب يعتبر علاج نفسي أنتوا شوفوا يعني لو أنت مرحتي مع صديقاتك أو أنت مثلا لعبت أي لعبة الكبارة مثلا لما تلعب مع كرة قدم أنت أصدقائك ولا بلوت ولا غير فيها يعني فيها تنفيس هي تعتبر تنفيس خصوصا الآن في الفترة هذه اللي إحنا نلعب نوع من أنواع العلاج النفسي لأنه فيه شعور بالإنجاز لما يبني مثلا مكعبات ولا يرسم رسمة ولا يلون شيء أنت عطيتي إياه ولا قلت له خلوانا نلعب سويلي شخصية ألف لي قصة يقول لك والله أنا تاجر وعندي كذا وبغبيل تعالي اشتري مني ويلا نجيب فلوس ونشتريها وإلى آخر أنت بالشكل هذا أنجز خصوصا إذا أعطيتيه باستمرار تغذية راجعة وهنا دور التعليم أيضا التعليم فيه تغذية راجعة فيه دعم وتشجيع على الآن الطفل يسويه نحسس أنه هذا صح وانت ماشي في الخط الصح ونجي نجي إحنا ندخل التعليمات اللي نبغاها ونشرح عن مثلا إذا كنا نتكلم عن خطوات ألوان أحجام حروف كلمات أخلاقيات معينة خصوصا إذا كان اللعب مع آخرين فيها مثلا جماعة معينة هو أخو والله صديقة يلا انتظر دورك وهذا فائدة أخرى أنا اللعب يعلم الطفل الأخلاقيات الطفل تنبني أخلاقيات من خلال اللعب ليش؟ أنه كل طفل يبغى يشارك وتبدأ المنافسة أو يكون فيه استحواذ خصوصا من قبل الثلاث أربع سنوات ما عنده الطفل مشاركة فهذه لعبتي وهذه لا أبغاها لحد يأخذها وإلى آخرة ما مشاركة الطفل فيه يتعلم الأخلاقيات والانتظار وإنه أنا بيجيني دور ما هو صحيح إنه ما فيه لي دور أبداً نهائياً فيه تعاون فيه إنجاز مع بعض فيه أخلاقيات كثيرة يعني كم هائل لو 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 تشاركوني حتى الآن فيها ممكن نوصل صفحات كيف الطفل أقدر يعني أعلمه أخلاقيات معينة الفائدة الخامسة التعليم الاستقلانية يعني أنا لما كل ما يكبر الطفل ويقدر يستقل بذاته أو يلعب لعبة خصوصاً فيها تعاون مع الآخرين وبالتالي خلاص أنتوا تصرفوا يعني استقل بمعرفة كيف يعبر مع أصدقاءه أو مع أخوه إنه لا أنا أبغى كذا وش رايك نلعب هاللعبة الفلانية ويطلعونها وش رايك نضيف هالقانون الفلاني لا خن الخسران يحصلوا كذا وإلى آخر فأنا دربت الطفل على الاستقلالية مثلاً اللعب التخيلي اللعب اللي يكون فيه تأذية مهام منزلية تنظيم قص كذا يعني ما أقول لكم مثال فيه مثلاً يعني هذه أنا جربتها وأحد أعرف جربها أنه أنت تعطيني الطفل أدوات تنظيف بدل ما تروحين تشتري للمكمسة لعبة صناعية وشي كأنه بخاخ وأداة كوي وإلى آخر طبعاً الكوي لا خطر بس أنا أقصد فيه شغلات ممكن في البيت مكنسة صغيرة مجرفة مجرفة صغيرة ذكرت ولد أختي يحب التنظيف جداً من هو صغير يعني دايماً معاه مكنسة ويكنس ما أعرف لبحين يسويها ولا لا يمكن تقدر ترد عليه والد تهينه لكن هذه تعود أنه هو يكون متعاون ويشتغل أنت وجهتي شيء هو يحب ممكن سبري بسيط يسق الزرع مثلاً المهم أن يكون فيه له مهمة في البيت أنت بهالشكل ضربتي أصفرين بحجر يعني خلتيه يساعد في البيت وفي نفس الوقت أعلمتي مهارات الحياة اليومية الخاصة بالشغل في البيت وهذه حلوة الأطفال يحبون يلا ننصح مع بعض يلا نلبس نربس نلبس العروسة خصوصاً لو طفلك مثلاً ما يعرف عنده ضعف في مهارات معينة أنت تقدرين تبدينها على نمذجها على شيء آخر على لعبة أو على عروسة دربتها على الاستقلالية العروسة مثلاً كيف نسكر الزرار السحاب خصوصاً الأشياء اللي فيها العضلات الحركية الصغراء هذه شوي صعبة على الأطفال فلو يطبقها على شيء ثاني على لعبة أو على يعني مجسم معين بعدين حتى المجسمات مثلاً فيها ألعاب كثير يعني على الاستقلالية في تحقيق الذات كمان هذه نقطة جداً مهمة ليش تحقيق الذات؟ لأن الطفل هنا له دور في اللعبة من غيره ما رح تتم هاللعبة هذه وفي نفس الوقت قد يكون له دور أيضاً لو اعترفتي باختياره لللعبة أو اختياره لللوم معين مثلاً جبتي صلصال يلا واش نختار ايش الألوان اللي نبغاها فيه ألعاب فيها الفوز إذا يفوز يشعر بسعادة فيه شعور يعني بالرضى عن الذات هنا فيه أنه تقليل الاتكالية ممكن أنا هلمو الفكرة هذه الأسئلة أرحب فيها طبعاً بس بعض الأشياء رح أتكلم عنها في النهاية أوكي رح أتكلم عنها الموضوع هذا في النهاية أن الطفل يعتمد عني دائماً لازم أكون موجودة قدامي أوكي نشوف هنا الآن تقريباً هذه معظم الفوائد الخاصة في اللعب فيه جزئية شوي الناس تقول بالله إحنا ما إحنا بأخصائيين نفسيين أنا ما أعرفها كيف أتعرف على شخصية الطفل من خلال اللعب يعني اللعب أنا أعتبره كنز للأسرة ليش؟ لأنه الطفل فيه راحة نفسية يعني حتى الطفل في مرحلة المدرسة أنا ما أتكلم بس عن قبل الخمس سنوات حتى بمرحلة الابتدائي والمتوسط اللعب يستمر يعني الكبار الآن فيه ألعاب كثير حلوة وفن بالنسبة لهم لكن أنا بقول أنت كأم التعلم من خلال اللعب يفيدك في معرفة شخصية الطفل في معرفة ميوله هواياته طريقة الردود الخاصة فيه نفسيته الأشياء الكامنة فيه مثلاً لو بعطيكي وردة وتلونينها ولا أعطيك مثلاً مجسم أقول لك أعمليلي بالمكعبات شجرة أو نبتة ولا سويلي بيت ولا سويلي حتى مو لازم الليجوز اللي تتركها بفوق بعض مثل مربعات يمكنك تحطينها وتصير فوق زي التاور أثناء ما الطفل يقوم بهالشيء هذا في يعني جلسات تتم من خلال يعني جلسات علاجية تتم من خلال هذا الشيء أنه أنا ممكن أوجه أسئلة للطفل رح يستجيب لي أكثر من لو أنا جلست وجهت لأسئلة مباشرة يعني مثلاً لو سألت إيش شعورك اليوم أنت زعلت مثلاً لما فلان قال لك كذا ولا في المدرسة قاله إيش تحب الله أنت حب تبني طيب إيش تبغى تكون في المستقبل إيش تبغى تلعب طيب إذا طاحت لعبتك وش بتحس فيه لو طاحت المكعبات طيب ليش نزعل طيب ما نقدر نبنيها مرة ثانية ممكن نعترف بالمشاعر صح أنا ما يعني يعني نعترف مشاعر الزعل تسوكين منك تزعل وكتبت وتتأثر وإلى آخر هذا اللي أقصده أنا وممكن تقرأون كثير عن الناحية هذه كعلاج نفسي يعني اللعب حيساعدك أن الطفل يرفه وينفس وينخفف من الضغوط وفي نفس الوقت أنت يساعدك تتعرفين على شخصية طفلك وما يضر أنه أنتوا تسجلون ترى أحيانا تجي أفكار في بالنا وننساها نقول لها عيالنا عارفينهم بالعكس أنا أتعرف على الطفل وأسجل هالمعلومات حتفيدني في المستقبل في أشياء كثيرة أقدر أعرف النمط المناسب لتعلمه هل هو يتعلم بصريا ولا يحب يسمع ولا يحب هو يسوي الشي ويجربه ويخطئ ويتعلم يعني يسمونه سلوب التعلم المناسب يعني فيه ناس يتعلمون بالسمع أو بالبصر أو بالتاكتيل أو إلى آخر فأنا من خلالها أقدر أعرف وبالتالي في المستقبل لما يدخل المدرسة ويتجلس في الفصول أقدر أعرف حتى ممكن يساعدني ويش أختار أي نوع من المدارس أيضا يساعدني أنا لما أعلمه بالبيت كيف أوصلي المعلومة من خلال إيش بالضبط يعني أنواع الألعاب طبعا كثيرة إيش أنواعها عندنا ألعاب تكون يعني حسية وهنا نتكلم عن المرحلة الطفولة الأولى الطفل يتعلم من خلال السم البصر الشم التذوق اللمس فإحرصي خلال الثلاث سنوات الأولى أن الألعاب توفر له كل هالأشياء يعني يكون فيها لمس مثل الرمل التراب العجين صلحين عجين في البيت صلصة الأدوات أقمشة لها ملمس مختلف هذه مفيدة تحقق رغبة مناسبة لمرحلة نمو الطفل يسمونها البركتس يعني يعني البركتس اللي أنا هستخدمه الآن مناسب للمرحلة العمرية يعني أختار شيء يحقق لشعور معين وتحفيز معين للطفل الطفل يبغى الشيء هذا وفري له يعني مثلا الصغار اللي هم بيبيز كل ما يشوف شيء يدخل بفم كل ما يشوف شيء يحبط يعضعض عليه جبيلوا أشياء فيها عضات مختلفة ملامس مختلفة وإلى آخر فغير الأشياء الحسية يعني ومهمة طبعا ليش فيها زي ما ذكرت لكم يعني فيها الاستكشاف هذا وش ملمس تقولين كلمة حار بارد خشن ناعم محبب مدبب أنت كده وشوف وش علمتي أنواع الملمس وكلمات جديدة وإلى آخر في بقلكم مثال بعد المرحلة هذه يعني حتى من سن السنتين في رياض الأطفال يعني في فكرة تنفذت جدا جميلة وهذه مهمة للأشخاص اللي يقولون والله الألعاب أطفالنا يملون من الألعاب ويمسكون لعبة ويتركونها والألعاب مكلفة ما هي رخيصة أنا أروح لمحل الفلاني والمحل الفلاني من غير ما أقول الأسماء يعني خصوصا إذا لها اسم معين براند معينة ما هي رخيصة وطبيعة الطفل بيلعب فيها مرتين ثلاثة وبخلاص بيتركها بملها أول شيء قبل كل هذا من قال أنه هذه فقط هي الألعاب هذه الألعاب ما هي اللي أنا أقصدها في التعليم ولو أنه بعضها أقدر أستفيد منه زين أرجع أنا على سؤال هنا جدا مهم خصوصا الأطفال الـ ADHD أنهم يلعب في لعبة ويتركها يمل بسرعة ليش لأنه درجة الانتباه عندهم ضعيفة وفي التسرع يعني بسرعة يمسك حاجة ويتركها ويروح يسوي شيء ثاني ويتركها هذه خلوني أرحيم بس أخلص الفكرة الأولى وأرجع أرجع على هذه أيضا جدا مهمة الفكرة الأولى أنه أول شي فيه أشياء كثير موجودة بالبيئة يعني بقولكم مثال حق رياض الأطفال هذا المعلمات وكملوها وعملوها الآن في البيت أثناء فترة الحجر المنزلي كملوها الأهالي المعلمات طلعوا وطلعوا الأطفال بره ورحوا جابوا لهم أوراق شجر وخذوهم على كل المراحل يعني KG1 و KG2 ومعرف شو كان ثلاث مراحل مختلفة جابوا أوراق شجر مختلفة صغيرة وحلزونية وكبيرة وناشفة وخضرة وبنية وسيقان وجذوع الأشجار بس كلها أشياء بسيطة وما هي بخطرة كل طفل معسل هذا نشاط كان يوم كان في حوار ومحادثات وتشجيع ولعب حركي ويأخذون وقصبصون وإلى آخر اللعبة هذه لو أقولكم قد إيش جلست يمكن ثلاث عسابيع وما خلصت ومستمتعين جداً فيها في مدارس في التعليمية كثير تعتمد على الطبيعة وتقول إنه هذا أفضل شيء من أطفال يتعلمون من خلالها مثل مثلاً ريجيو أميليو مثل منتوسوري وإلى آخر بس بشكل عام بعيد عن النظريات هذه خذوها جلسوا ويرسمونها بالشفاف تدعفون معرفة تتذكرون لما كنا نحط الفلوس نحط عليها ورقة ونرسم يطلع الشكل نفس الفكرة بعدين أخذوا ميزان ثاروا يوزلون وش أثقل تعلموا أعداد وحساب وأكبر وأصغر وأخف وأثقل وكم هائل من المفاهيم التعليمية الخاصة بالرياضيات مفاهيم تعليمية لغوية فيها تطوير لغوي بعدين عملوا فيها ألوان مثلاً الورقة نفسها نحط عليها اللوان ونطبعها وصارت طباعة بعدين عملوا عليها ميزان معين جابوا خشب وحلاة هذا المصاص حق الحلاول حق آيس كريم وتركبين فيه كأنك تبدعين وتخترعين شجرة من أول وجديد يعني هذا ما كلف شيء جداً بسيط الشيء ثاني مثلاً من أدوات البيت يعني أنا كان عندي يعني كان طفلي صغير و لازم أكون موجودة في المطبخ فكنت مخصط لدولة وحطط لبلاستيك وملاعب خشب وصينيات وأشياء وخلي ينعب فيها لا تقول ولا يكسر ولا يخرب هذه الفكرة الفكرة أنه يمسك الشيء بإيديه وينعب فيه وأنا كنت أتحدث معاه وكنت أقول هذا كبير هذا صغير ونسوي صوات موسيقية أنا أخبط بالقدر اللي يطبخ فيه وإلى آخر فهذا اللي أنا أقصد وفيه أشياء كثيرة ممكن نسويها ما هي مكلفة الرامل الرامل جيبي من أي شيء روحي جيبي شيء بلاستيك كبير زي الطشت مثلا حطي حوض رامل حطي حوض ماء وخلي يلعب فيها وخبي فيها أشياء خبي فيها مواد خبي فيها عناصر وإلى آخر أرجع للسؤال الخاص بالأطفال وهذه صفة في جميع الأطفال على فكرة ما هو فقط ADHD بس كثير من الأمهات ADHD مشكلتين إما أنه ما يعرف يجلس يلعب لحاله ولازم أنت يطور الوقت معاه عشان توجهينه أو أنه يترك الشيء بسرعة أو حتى التخريب والتكسير طبعا في مراحل معينة لازم إحنا نذكرها كيف نبدأ أساسا التعليم باللعب ومن خلال بدايتنا نقدر نقول أننا حلينا هالمشكلات هذي أول شيء لازم أنا أخصص مكان المكان هذا يكون شوي فيه مساحة يعني أنا عندي المكان مخصص اللعب أهم من مجلسه الضيوف بصراحة يعني خصوصا الفترة هذه ما فيه ضيوف فلازم يكون فيه مكان بغرفة الطفل فيه صالة في الطعام وخلوها المهم أن يكون أنا عندي مكان مخصص للعب هذا واحد اثنين أنا أحدد وش اللي أبغى أعلم طفلي وش المهارات اللي أبي أعلمها إياها هل أبغى أعلم حل المشكلات وهو والله في المراحل التدائية العليا وما يعرفي يركز وما هو صبور أتجيب له شطرنج ولا هل هو أنا أبغى أعلم توازن ولا ألوان ولا أشكال ولا يمسك القلم صحيح وش المهارة اللي أنا أبغى أعلم طفلي فيها هذه واحدة مهمة جدا يعني كمان جيبي حاجة اتحقق أكثر من هدف بهالشكل الطفل ما يرح يتركها أو يمل منها يعني أنت لما تجيبين شيء ما يكون لعبة جاهزة لها بداية ولها نهاية وخلاص انتهت لا تكون فيها تعدد الاستخدامات وممكن من خلالها يكون فيه لغة ويكون فيه حوار ولما أنا أقول التعلم باللعب لما ذكر أحد من المشاركين هنا أن الطفلي ما يحب يجلس لحاله وما يفترض نحن نقول تعلم باللعب أنك أنت تكون جالس معه تدريجياً الطفل يبدأ يستقل وبيبدأ يعتمد على نفسه بس بالتدريج مو بأن أنت تركينا نص ساعة ساعة وكل ساعة لا روح رجع روح لعب لعب وين اللعبة وليش خربتها أو ليش كستها ومسرع مليت منها وإلى آخر لا أنه أنت وجهاً لوجه على الأرض جالسين مع بعض في حوار وضح ومزح وتاخذين شيء منه وتركبينه وبعد أنه وياخر ودور أو إلى آخر يعني فيها متأة لكن في نفس الوقت أنت توصلي له معلومات معينة الشيء الثالث نركز على الأشياء الموجودة في البيئة زي ما ذكرت لكم ممتعة أكثر الصراحة أكثر من أننا تجيب لعبة جاهزة تطلع صوت وضغط فيها أزارير وغيرها لا شيء له علاقة يعني زي ما قلت لكم من الطبيعة مواد خام بلاستيك هذه قوارير الموية نحط فيها كأنها سيارة نلصك فيها الغطيان كأنها عجلات حتى فيها إعادة تدوير يعني أنت علمت وممكن تتكلمين عن إعادة تدوير وغيرها إذا الطفل يترك اللعبة ويرميها من أفضل الأشياء بصراحة أنه ما تكون جميع الألعاب متاحة في متناول يد الطفل أنت لما تنظمين المكان رح تختارين أشياء اللي بتركزين عليه مثلا أنا هالأسبوع عندي المهارة الفلانية أبغى أعلم الألوان أبغى أعلم مثلا التوازن معين وأبغى أعطيه لعبة فيها قوانين معينة اللوحات هذه بس هي اللي يخليها في مكان اللعب الباقي كل شيء لأن لما يكون كل شيء موجود أو شيء لخبط وحوس وبيفك ويرجع أو ما يرجع لكن يصير ملل بسرعة ويكون في عدم ترتيب الأشياء حطي أشياء محددة الباقي كل شيء يأخفيه بعيد عم متناول في أرف وفي علوية وبطريقة يعني محببة خلاص واش تحب تلعب يلا اش نختار اليوم وفي وقت معين يكون متعود عليه هذا وقت اللعب مع بابا ولا مع ماما ولا مع أخوي يتجون وتلعبون في هالشي هذا التشجيع هنا جدا مهم يعني خصوصا إذا الطفل عنده نقص في الانتباه عززي جلوسه في فترة طويلة واذكري الله إحنا لعبنا اليوم وقدرنا نخلص اللعبة وأحسنت وشاطر وتعطينه السكر ولا تعطينه مكافف آخر إحنا إذا جلسنا اليوم ولعبنا نص ساعة وقدرنا تحطين ساعة أو منبه أو شي وقت يعني أنت شجري على الشي هذا أفضل طبعا ما أركز عليها خليها اللعب هو الهدف وليس تعديل سلوك لكن يمكن تستهدفين أكثر من شي في نفس الوقت يعني المهارة اللي بتعلمينها الطفل في وقت اللعب زائد سلوك معين عشان كده نلقيت لكم من فوائد اللعب فيها تعليم الأخلاقيات يعني أنت رح تشرحين لو يعني أخلاقيات معينة مثل انتظار الدور ترتيب الأشياء بعد الانتهاء منها لو رجع وما حصلها لعبة موجودة ولا ضاعت أو عشان ما رجعنا خلاص مي موجودة تعطينا دروس وتعلمينا من خلال هذا الشي أختار الألعاب اللي تكون مناسبة للمرحلة العمرية أيضا من أحد المبادئ لها إذا خلنا بس شوي نراجع ونقول أهم شي أختار مكان مخصص يكون فيه مساحة للعب الحركي لو ما عندي مكان واحد فيه يحقق كل هاله هدفين أقدر أخلي لعب حركي وشي لعب ذهني وإدراكي أحدد هوايات الطفل والأشياء اللي يحبها أحدد أنا الأهداف اللي أبغى الطفل يتعلمها المهارات اللي ما يعرفها يعني وحريصة ما أركز عليه فيها أختار الألعاب وأبدأ أولا بالأشياء الموجودة في البيئة يعني حتى قصاصات أوراد أقلام شخصات موجودة بالمكتبة عندك كلها تعتبر ألعاب حطيها في أكياف وغلي فيها وكتبي عليها اسم معين النقطة المهمة في التعليم تقديم تغذية راجعة باستمرار يعني أنت وانت جالسة مع الطفل ردي صح عجبني هذا الشيء منك هذه ألوان حلوة أو حلوة تتذكر أسبوع اللي راح أملنا كذا خلينا نضيفها عليها وغيرها بس ما يكون يعني فقط أشوائي في بعض الألعاب استقلالية الطفل أصلا ما يحتاجك فيها هنا تبدين أنت تتركين المساحة هذه للطفل أنه يستقل يلعب فيها يعني نجي للألعاب الإلكترونية الألعاب الإلكترونية مسايرة نعم مسايرة وأنسح بتدريجيا يعني اللي يقصد فيه يعني ما أترك فترة طويلة فجأة زي ما ذكرت لكم في البداية ويكون فيه تشجيع وتحفيز باستمرار ويحس أني أنا جانسة جنب وخصوص إذا صغير إذا صغير خليك معاه في نفس الغرفة وبعدين انسح بالتدريج بالمساحة كل شي بالتدريج مع الأطفال يعني سواء كان يعني أطفال عندهم مشكلات معينة سلوكية أو لا اللي كان فيه نقطة كنت بغي تذكرها أنه فيه أنواع لعب خارجي ولعب داخلي يفضل اللعب الخارجي طبعا للأشياء اللي لها علاقة بال يعني الاكتشاف الخارجي البيئة خصوصا لو كان فيه أرضيات مستويات مختلفة وتراب وبلاط وجدار وباب وخشاب وإلى آخر فيها لعب رياضة وحركة وفيه لعب داخل هي تركز على الإبداع زي ما ذكرت لكم بالابتكار تركيب بازلز ألوان معينة أحلى شيء بصراحة اللعب الخيالي يعني مشلون فيه فكرة أنه أنت ممكن تعطين مجموعة أدوات ما لها علاقة بعض وتحطينها وتسكنها تقول يلا خلن سنجي مشروع خلن نألف لعبة من هالشي هذا يعني فيه بالأونلاين أفكار كثيرة وأنت بنفسك تقدرين تحطين أفكار كثيرة أحد الأمهات تقول يعني أنا رجعت ألعاب نا إحنا أيام زمان صرت أعلم أطفالي وجدا استمتعوا فيها وأضاف عليها قوانين جديدة النقطة اللي حابة أذكرها أنا هنا اللي هو ليش إش ما الصعوبات يعني ما الصعوبات اللي تواجهنا ليش المدارس الحين صارت لعب منظم عفوا أنا أنا قاعدة أقرأ الألعاب وأفكر في نفس الوقت ليش المدارس كل شي فيها منظم مو بس المدارس حتى إحنا يعني ليش ما عند أجلس ألعب لحالك اعتمد على نفسك ادرس تعلم خصوصا أيام الدراسة أنت بإمكانك مثلا مادة رياضيات مفهوم في الرياضيات تخليني من خلال اللعب زي مثلا تبي تعلمين النص وربع تجبين فواكه وتقصصينها كل من خلال الألعاب وتقدرين تسويين وسائل تعليمية في البيت كثيرة موجودة من خلال المكيال الميزان الألوان شيء له علاقة بالعلوم مثلا سوائل وجوامد وغيرها يعني ما أقدر أوصف لكم كم هائل أي مادة دراسية تقدرين تنفذينها وتطبقينها من خلال اللعب مع الأسف المدارس في المناهج الآن ما تحدث عن هالجانب يعني قليل أنا أشوف المدارس اللي يتعلمون من خلال اللعب صار كثير فيه صرامة وفيها عشوائية مو عفوا مو عشوائية فيها صرامة وفيها يعني عندهم قناعة أنها ما هي خاضعة لمعايير المنهج وشلون يعني أنا المنهج أبغاقيس إدراك الطفل واستيعابة لمفاهيم معينة ما أقدر أنا أسوي من خلال اللعب على حد علمهم مع أنه مو صحيح أنا أقدر أضيف في المناهج الدراسية يعني أقدر المناهج الدراسية نفسها أخلي التقييم يكون حتى من خلال اللعب أو أصل المعلومة من خلال اللعب المعلمات بعضهم ما عندهم خبرة حتى إحنا الأهالي يعني الأسئلة الآن اللي تجيني مثلا هنا كلها تبين فيه كثير من الأمهات ما عندهم خبرة كيف ينفذون التعليم من خلال اللعب في دورات في دورات تدريبية كثير وفي مواقع تعليمية كثير تصنف لكم الألعاب وأنواعها لكل مرحلة عمرية تحديد الألعاب على حسب المراحل العمرية يعني أنا ذكرت قبل شوي خلوني شوي أرجع هنا يعني قلنا مثلا في البداية اللعب الحسي الأشياء الليها علاقة بالحواس اللمس الاستكشاف الإبداع وكلما يكبر كلما تبدأ ندخلين الأشياء الإدراكية يعني على حسب المراحل العمرية يعني مثلا منقدر تكون من سن السنتين شيلوا علاقة بالكلمات نبدأ نعرف الألوان نقدر نعرف الأحجام بعد الأربع سنوات نقدر نضيف قوانين لعبة يصور فيها قوانين فيها لعب حركي استقلالي خلوني أشوف أنا أعتقد جمعت لكم هنا الألعاب ما أعرف إذا هي موجودة مفتوحة ولا لا القراءة مثلا تبادل الأدوار ألعاب فردية ألعاب حركية ألعاب ورقية ألعاب لها علاقة بأجهزة معينة مثلا أدوات تنظيف زي ما ذكرت لكم في ألعاب تنافسية فيه شيء لها علاقة بالتمارين مثلا الحلقات المدورة هذه شيء يرمي الكوار ألعاب الكوار كلها حركية فيه ألعاب عقلية لها علاقة بالتحفيز الذهني في الأوراق مثلا تحليل فك تركيب وكل المراحل تقدر تتعلمها أنت تشوفين اللي يناسب قدرات الطفل يعني ما في شيء متساوي وعشان كده أنا أقول لك من جلوسك مع الطفل خصوصا إذا تقدم من أشياء موجودة أورادي في البيت وأدوات بيئية تقدرين تعرفين هل هو عند معرفة وتناسب له أو لا أهم شيء لا تجمي شيء ممل وأقل من مستوى بيتركه تجيب شيء فيه تحدي ولكن ما يكون فيه تعجيز يعني ما يكون ما رح يقدر يسوي إلا فيك أنت يا أم لا أنت يجيب اللعبة وخليه هو يقدر يسويها بمساعدتك هنا دور التغذية الراجعة التحفيز يعني نظريات التعلم من خلال التفاعل الاجتماعي زي بيغوتسكي مثلا تقول أنه أنا يا كبير لي دور أن الطفل يتعلم المهم أني أنا أعطيه شيء ما هو أقل من مستوى وله أعلى من مستوى الفوز والخسارة جدا مهم قبل شوية أنا قلت لكم فوائد اللعب فيه تحقيق للذات خصوصا لما الطفل ينجز أو يفوز بلعبة معينة لكن حتى هذه فيها تعليم له أنه يتقبل أنه ما يفوز يعتمد على إحنا وش هدفنا يعني الأسرة اللي تحرص أنها تحط بس الألعاب اللي فيها فوز وخسارة ويعجز الطفل أنه مستحيل يفوز فوق قدرات هذه فيها ظلم له مثلا تعرفون لعبة الكراسي هذه الموسيقية نحط أغنية وخذون أعياد الميلاد في محلات هال مكدوناللز وهالأشياء يجبون الكلاون ويلا يشغلهم ويدورون أنا أتذكر سويتها مرة واحدة في عيد ميلاد واحد من أطفالي وخلاص بطلتها لأن فيها ظلم طيب أنا وش ذنبي أني خسرت فأنا أبتعد عن الأشياء هذه فيها أشياء فيها تحقيق الذات وفيها أن أنجز أكثر من النفاز بعد كذا إذا المرحلة العمري مناسبة يقدر يتقبل خصوصا إذا أنا النتيجة النهائية الكل يحصل على شيء الكل يحصل على مكافأة يكفي المشاركة مثلا أعزز المشاركة أقدم مكافآت بعد نهاية اللعبة للجميع لكل اللي شارك حتى ما يصير فيها انهيارات الخسارة إذا الطفل هذه شخصيته يعني بالبداية حاولي إنكتب تعليل عنها وبعدين نقدمها بشكل تدريجي لأن الحياة يعني نحن نقول نبغى نعودهم على الشيء هذا مو كل شيء الطفل يقدر يفوز فيه في النهاية لكن خليه في وقته المناسب هل الألعاب كافية للتقليل ممن لديهم فرط الحركة والشكل الانتباه أنا ما أدري إش مفرد بحركة ما يقدر يوجه نفسه تلاقي إنه ينتقل من مكان لآخر يطلع فوق الصوف وينط ويدخل المطبخ بسرعة يفكك أشياء ويفتح الدول ويترك ها يعني فيه عدم القدرة على التركيز وبالتالي اللعبة اللي فيها بداية ونهاية وشيء منظر يشوف في النهاية أو شيء ركبه وانتهى منه هذي تساعد أن يزود معدل الانتباه وانتي عاززي حتى لو ما كملها شليها على جم قوي خاص نكملها بعد شوي خليه يروح يسوي شيء جسدي ينط ولا يلعب أو انتي عطيه مهارة حركية معينة تفرغ عنده الطاقة وترجعين يركز أو ينتبه حك الأثنان أثناء اللعب والنوم هل هو سلوكي أو يحتاج علاج أسفة أنا بروح أصلي جاوبي علي ما أعرف متى جاه السؤال حك الأثنان أثناء اللعب والنوم مرحلة العمرية الصغيرة يعني قبل السنتين يعني هاي المرحلة 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 بالنمو خصوصا قبل السنة بس يفترض بعد كذا لا تتوقف لكن قبل كذا أترك الطفل يسويها بالعكس أنا أجيب أدوات تساعد لأنه هو يتعلم من خلال الفم كان في نقطة وقفت عندها اللي هي الألعاب الإلكترونية الألعاب الإلكترونية كيف أنا أعلم الطفل من خلالها طبعا أهم شيء أنا اللي أختارها وأنا أعرف أن اللعبة هذه فيها هدف فيها تعلم مهارة معينة ما هو فقط ترفيه وتسلية حتى يعني اللي فيها مهارة معينة بتسلي الطفل بي مستمتع فيها فيها إنجاز لو يوصل أشياء معينة يصنف أشياء معينة يتعلم لغة معينة أو حلو أنه أنت يعني تشاركينه فيها والله في سؤال هنا عن مراجع كتب لأنشطة أطفال الحقيقة ما عندي حاليا شيء معين يعني أنا مثلكم أبحث أمازون في موقع أمازون ما عرف إذا كان أقدر أقول أسماء المواقع زي أمازون بشكل عام يعني يعني تكتبين الكتاب أسماء الكتب وتكتبين وش المطلوب نوع الألعاب يعني هل هي مثلا رول بلايينج لعب الأدوار مثلا مناسبة لعب الأدوار عفوا هذه ما نتوقف عنها يفترض حتى بالمراحل الابتدائية أنه يتقمص دور ويلبس شخصيات معين يعني في مثلا تجربة برضو أحد الأمهات عملتها جابت صندوق صغير وكل مرة تجيب زي معين أحيانا بالأشخاص تركوا الزي هذا ما عد يبغون مثلا طبيب ولا عامل ولا أي شيء تأخذهم وتقسقصهم وتخليهم على قياس الطفل أو إذا قدرت تتوفرها جاهزة ولو إنه نفضل أي شيء موجود في البيت يعني طرحها وخليه هو يسويها اللي يبغاها سوبرمان يسويها يلبس شيء ويتقمص دور يعني المهم إنه ما تكلفون على أنفسكم بس في كمها أقدر أسويها في أقدر أعمل منها ألعاب مثلا إنه يدرس حالة معينة دراسة حالة ويصير مثل المحقق وديكتف تحطي له تبدعين أو تبتكرين فيها في ألعاب يفضل تستخدمينها بالنهار ألعاب محفزة ومنشطة وفي ألعاب يفضل تستخدم بالمساء لأن فيها استرخاء ألعاب الصلصال ألعاب البازلز التركيب الفك إلى آخر ألعاب استرخاء ألعاب المحفزة بالنهار تستخدم أنواع الثانية من الألعاب يعني النقطة اللي إحنا دايما ننساها زي ما قلت لكم البيئة والله عندنا كم هائل للأشياء اللي موجودة بيئية طبيعية يعني ألعاب بالطبيعة بشوف الأسئلة الآن يعني تقريبا أنا يمكن بعض الأسئلة ردعت عليها صحيح الحقيقة يعني هاي مشاركة جدا مهمة وشكرا شكرا جدا على هذا التعليق وأحب أقرأه مع أنكم تقدرون تقرونه بس أنا أبغى أأكد عليه رسالة للأهل اللي تركين أطفالهم على الألعاب الإلكترونية واللي من خلالها أحد يستغلهم وبعدها تصير كوارث وتعرفون كم هائل الحقيقة وكان في لعبة مرة خطرة والحسن الحظ اليوم وصلني خبر أنه تم إيقافها وحضرها فيها سيناريو معين يدخل الطفل فيه جدا مضرة فيعني نحتاج أن نعطي بدائل أكيد رقابة هذا ما في شك ما رح أقول لكم كيف تراقبون أطفالكم الرقابة جدا مهمة بس أنا أعطي بدائل شيء ممتع يعني يعجبهم الطفل صح سابات بتويتر لمعلمات رياض الأطفال شكرا أيضا رد جميل للأخوات اللي ذكروا اللي قبل شوي وش الألعاب المناسبة لكل مرحلة عمرية معلمات رياض الأطفال يعرضون الوسائل التعليمية والأنشطة يعني أنت بإمكانك حتى وانت جالسة في بيتك لو جمعت مجموعة أدوات صنفتها هذه لها علاقة بالألوان وهذه لها وهذه أوراد وقصاصات وهذه أرت أن كرافت مثلا تتفكرين بلعبة معينة تقدرين تكتشفينها يعني شكرا لكل مشاركاتكم أنا مرة سعيدة اليوم في أسئلة كثير حلوة وفي تعليقات حلوة جدا مفيدة وهذا الفكرة من هذا الحوار أنه يكون فيه مشاركة يعني مني لكم ومنكم لي لم نترك شيء اللي سوينا المشكلة يفتقدون للجهد البدني ومفتقدين للمدرسة وحبهم للأجهزة الإلكترونية صحيح؟ صحيح فعلا الأجهزة الإلكترونية لأنها سهلة تفاعل ما يحتاج جهد وتفكير وشيء جسدي ورتب بعد ما تخلص وأنت جالس في مكانك أتفق معكم لكن نحن لازم نبذل الجهد يعني خصوصا مرحلة الطفولة المبكرة يعني أنا في مساحة صغيرة ما أعرف إذا متذكرين أو أول ما حصلت أزمة الكوفيد 19 انتشر فيديو عن الصينيين إيش سووا بفترة الحظر شقق صغيرة كانوا يبدعون بأنشطة وابحثوا عنه أنشطة جدا جميلة وفيها إبداع في البيت ومجالسين فيها حركة وفيها جهد شجعوا ووفروا أي معزز وحطيه للأشياء اللي أنت تحتاجينه فيها والطفل يرفض يسويها يعني مثلا بتعملين كيك ولا كوكيز ولا فطاير استغليها هذه تبريها معززات هذا الطفل يحبها وقدميها له إذا شاركك في شيء معين أعتقد أجدت هنا الحين مشاركة اللعب مع الآخرين ذكرنا قبل شوي إنه إحنا نتركزنا على الفوز والخسارة الغيرة والحب الاستحواذ والتملك شيء جدا طبيعي ضروري الطفل تكون موجودة عندنا ما تتضايقين الطفل ما تعلم هالشي هذا لكن مع الوقت أول شيء فيه تعزيز ثاني شيء خلي المشاركة قصيرة يعني ابدأي فيه انتيا الكبير خذي الشيء ثواني حتى ورجعيها وشكرا مع نظرة الوجه ومديح وابتسامة وزوديها بعدين خلي الشخص الثاني يجي أخو أو أخت وأيضا فيه ألعاب أصلا ما تنفعل بالمشاركة زي الكرة رمي الكرة إذا أنت ما رميتها علي وأنا مسكتها ما رح تقدر تلعب فيها الحامل فدربي الألعاب اللي هم يتخانقون عليها شيء جيبي ألعاب ما رح تتم إلا من خلال المشاركة الله أعطيكم العافية وأنا سعيد أن اللقاء أعجبكم الفوائد تخفيف من حد التوتر صحيح لأن حتى اللعب أنا ألاحظ أنت لما تلعبين أنت تضحكين من غير ما تشعرين خصوصا إنك طول اليوم أنت مشغولة بأشياء معينة تفتقدين تنسين مثل أضحكتي وخصوصا إذا أنت الآن جالسة في البيت ما تقدرين تطلعين تشوفين صديقاتك وأهلك فالنعب هذا تلقائي ويخفف لكن زي ما ذكرت لكم أنا اللي أنا أقصده الآن أبغى شوي أنظمة كأن الطفل هو اللي يختار وهو اللي يلعب لكن باختيار يعني لما أنا أقول ثلاثة ألعاب هو بيشعر أنه أنا اللي عندي القدرة أني أنا أختارها رأي وقراري حققتي له ذاتي بس بالنهاية أنت اللي اخترتي الألعاب الثلاثة اليوم طيب أحب أوقف هنا تقريبا نكملنا ساعة وممكن صوتي شوي راح الموضوع جدا يعني أبعاده كثيرة له علاقة بعلم النفس له علاقة بتخفيف المشكلات نفسيا له علاقة بالمراحل النمو الطفل بحيث أني أنا كل مرحلة نمو معينة أختار شيء يحقق إشباع لها المرحلة هذه وينمي هالمهارة الطفل كذا كذا راح ينتقل للسنة اللي بعدها لكن الأفضل أنه ينتقل للسنة اللي بعدها اكتسب مهارات مناسبة صحيحة جبتها أنا من خلال اللعب شكرا لكم جدا ممتنة لمشاركات الجميع اليوم وسعيدة جدا بمشاركاتكم وبالطرح الجميل وبتعليقاتكم وساعدتوني كثير بتذكيري بأشياء كثيرة استمتعوا العبوا مع أطفالكم و اخرجوا الطفولة اللي ما زالت موجودة فيكم يعني وقال بداخل كل شخص فينا طفل صغير ما زال موجود بتركوه لا تكبتوني وبالعكس وظفوه مع أطفالكم واستمتعوا دمتم سعداء وبصحة وسلامة وأشكر جمعية اشراق على تاحة الفرصة أن يكون متواجدة معاكم الليلة و مساءكم سعيد اشتركوا في القناة